بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدنا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما تذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المقوى إن يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما قغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى تلك إذا قسمة قيسى إن هي إلا أسماء سنيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ونقل جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله أن يأذن الله لمن يشاء ويرغى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة فاسمية الأنسى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤمن من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن غل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتلبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بخون أمهاتكم فلا تسكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أصرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأدى فعنده علم الغيب فهو يرى أم لن ينبه بما في صفف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تتر واجرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يهزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أرحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنسى من نطفة إذا تبنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادم الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أغلم وأقضى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتوحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا